الاسماعيلي النهاردة عمل مباراوة دية قدام نادي فيوتشر ضمن استعدادات الدرويش لعودة الدوري المصري الاسماعيلي تقدم بهدف ليه عماد حمدي بعد كده الاسماعيلي دخل فيه جنين وخسر اتنين واحد الجن التاني جه كالعادة في الثواني الاخيرة لعنة جديدة بيعاني منها النادي الاسماعيلي وهي استقبال شباكه لأهداف في اللحظات الحاسمة الوقت اللي المباراة فيه بتنتهي الوقت اللي بتظهر فيه خبرات اللاعبين تاني وتالت ورابع وعاشر بقول النادي الاسماعيلي بيفتقد للخبرات في العديد من المراكز عنده وطبيعي جدا في الظروف اللي زي دي الفريق يستقبل اهداف في الدقائق الاخيرة انا مش مستغرب بصراحة بس مش عايز الايحاء ده يوصل للعيبة يعمل لهم توطر ويعمل لهم هزة ان هما دايما بيستقبلوا اهداف في الدقائق الاخيرة طبيعي كابتن ايهاب جلال المدير الفاني للنادي الاسماعيلي متوقع حاجة زي دي وعمل حسابه انه يحاول يحل المشكلة دي في المستقبل لكن زي ما بقول لحضراتكم طبيعي جدا ما عندكش حل تاني اللعيبة بتاعت النادي الاسماعيلي بتفتقد دي الخبرات في البداية هتتلقى شباك النادي الاسماعيلي اهداف في نهاية المباراة زي ما حصل في الدوري وزي ما حصل في الودياب بتاعت النادي الاسماعيلي لكن شوية بشوية باذن الله اداء النادي الاسماعيلي هيتحسن والحاجة اللي عايزة خبرات مع تراكم المباراة وتراكم مرور الوقت مع تراكم حفظ اللعيبة دي فكرة كابتن ايها الجلال هيقل الموضوع ده كتير باذن الله النهاردة النادي الاسماعيلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من كمال السيد في حراسة المرمى في الدفاع احمد محسن حمد صلاح حمد النقاز عصام صبحي احمد وجيه صالح جمعة عماد حمدي محمد وجدي بشار اشرف وحازم مرسي ودفع الكابتن ايهاب جلال بي العديد من اللاعبين في الشوت التاني منهم باسم مرسي اللي نزل مكان حازم مرسي عايز اقول لكم ان فريق فيوتشر ايضا بدأ المباراة النهاردة بالتشكيل الاساسي محمود عبد المنعم جنش في حراسة المرمى في الدفاع طارق طه علي الفيل محمد عبد السلام محمود شعبان في خط الوسط غنام محمد بابا اللاعب الافريقي محمد محمود عبد الكبير الوادي وايمن الصفاقسي وفي خط الهجوم مروان محسن زي ما بقول لكم تشكيل النادي فيوتشر هو التشكيل الاساسي للفريق تشكيل النادي الاسماعيلي يعني ما بين البنين ناس بدلاء وصعيدين وناس من التشكيل الاساسي للدرويش ايضا فيوتشر فيه الشوت التاني دفع بمحمد مصير وعلي زعزع ومحمد فاروق وغيروا من اللاعبين سجل اهداف فيوتشر النهاردة محمد فاروق وعمر السعيد يعني الاتنين معدين التلاتين سنة عشان اقول لحضراتكم ادي ايه فرق الخبرات ما بين اللاعبة بتاعة النادي الاسماعيلي وما بين لعيبة اي نادي تاني النادي الاسماعيلي عنده اللاعبة بالفعل معدية التلاتين برضو المفروض انها خبرات لكن هما في دلوقتي طور محاولة العودة من الاعتزال كابتن ايهاب جلال بيحاول ان هما يديهم قدرات بدنية علشان يقدروا يفيدوا الفريق في المستقبل باذن الله وعشان اأكد لحضراتكم المدى الجودة اللي بيحاول كابتن ايهاب جلال يديها للعيبة النادي الاسماعيلي السنادي عايز اقول لكم كده ارقام بسيطة من ارقام الدوري المصري حتى الان طبعا هدف الدوري المصري حتى الان هو الانجولي ماكولولو هدف سيد البلد للتحاد السكندري اكتر لعب عمل اسست في الدوري المصري نجم النادي الاهلي نجم خط الوسط امام عشور اكتر لعب صنع فرص في الدوري المصري عمر الساعي لعب خط وسط النادي الاسماعيلي صاحب العشرين عام اللي انضم مؤخرا للمنتخب الولمبي اللي اختاره البرازيلي ميكالي المدير الفاني ليه منتخبنا الولمبي ليه معسكر المنتخب الولمبي اكتر لعب عمل تصديات الزنفولي عمل تسعة وعشرين تصدي كتير جدا طبعا بسم الله ما شاء الله حارس مرمى فاريق الداخلية اكتر لعب عمل مراوغات خلال احداث المباراة عبد الرحمن مجدي عمل تمانية وعشرين مراوغة ايضا اكتر لعب عمل تدخلات صحيحة اه محمد شوكري لعب سيراميكا كيلوباترا الزهير الايصر المميز اكتر لعب عمل مراوغات من المدافعين النجم النادي الاسماعيلي الصعد ياد عسقلاني صاحب تمنتاشر عام ايضا ياد عسقلاني اكتر اللاعبين فوزا بالصراعات الهوائية النادي الاسماعيلي موجود بارقام كويسة جدا في الافضل في الدوري المصري لكن ده حتى الان لم يترجم بنتائج ليه لم يترجم بالنتائج لان زي ما بقول لكم النادي الاسماعيلي بيفتقد بعد الانجاز زي ما بيقال كده في بعض المراكز اللي ممكن تخلص المباراة على الاخر. الاسماعيلي كل مباراة بضيع اهداف كتيرة جدا. ايضا الاسماعيلي زي ما بقول لكم بيفتقد ليه الخبرات في خط الدفاع. تضييع للفرص. فشل في الحفاظ على مرماق في الدقاق الاخيرة هيؤدي ان بعد ست مباراة معك اربع نقاط فقط لغير رغم الارقام المميزة جدا اللي عملاها لعبيك في بطولة الدوري حتى هذه اللحزة. لسه بدري طبعا جدا. انا متأكد بازن الله ان اداء النادي الاسماعيلي هتحسن مع مرور الوقت. لكن برضو بقول لكابتن ايهاب جلال لازم موضوع الدفاع يا كابتن ايهاب لازم نلاقي له حل في النادي الاسماعيلي. الدقاق الاخيرة مهمة جدا. مش شرط ان انت تاخد التلات نقاط. نقطة في بداية الموسم خصوصا في الدور الاولاني في رأيي الشخصي اهم كتير جدا من محاولة تحقيق الثلاث نقاط والفشل في النهاية انك تحقق الثلاث نقاط وتخسر نقطة في الجيب وتحاول ان انت تسعى لتلات نقاط ففي الاخر ما تلاقيش حاجة معك خالص بازن الله زي ما بقول لكم الفترة القادمة انا متأكد ان الاركام دي مؤشر لشيء جيد هيحصل مع فريق النادي الاسماعيلي مع توالي المباريات وتوالي زي ما بقول لكم حفظ اللاعبين ليه فكر واسلوب الكابتن ايهاب جلال اللي زي ما احنا كلنا عارفين ان هو بيعتمد اكتر على الاستحواز والانتشار داخل ارض الملعب ومحاولة الوصول لمرمى الخصم باقل عدد ممكن من التمريرات بدون الاعتماد على الكرات الطولية اللي بتعتمد عليها اغلب الاندية المصرية لكن كلنا عارفين طبعا اسلوب وستايل كابتن ايهاب جلال وهو على فكرة شبيه جدا بالستايل اللي هو اتعلمه لما كان لاعب في صفوف النادي الاسماعيلي لانه طول عمرنا عارفين النادي الاسماعيلي بيعتمد دائما وابدا على اللاعب الجميل الكرة من رجل الرجل داخل ارض الملعب وده اللي افقد النادي الاسماعيلي سمعته في السنوات الاخيرة لانه ما بقاش بيلعب باسلوبه اللي كان له مركة مسجلة طبعا النهاردة كان في مباراة في تصفيات كاس العالم في المجموعة اللي فيها منتخبنا الوطني بوركينا فاسو تعادل مع منتخب غينيا بيساب واحد واحد وفي رأي الشخصي بوركينا فاسو هو الفريق الاصعب لمنتخب مصر هو بالتأكيد ما يجيش نص مستوى منتخب مصر لكنه يبقى المنافس الاهم لمنتخب مصر في هذه المجموعة للوصول لكاس العالم القادمة بازن الله الفين ستة وعشرين اللي هتقام في الوراية المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك فقدام بوركينا فاسو لين قططين في بداية مشوار وفي تصفيات كاس العالم امر مبشر جدا يعني زي ما قلت في الفيديو بالامس عايزين نحسم موضوع الوصول لكاس العالم ده بدري بدري كده قبل بقى ما نخش في ضيان قططين هنا وضيان قططين هناك يبقى من نهاية المباراة بتاعت الزهاب الدور الاولاني يبقى المنتخب الوطني المصري موجود في كاس العالم القادمة ده هيفرق كتير جدا على معنويات كل من ينتمي للمنظومة في كرة القادم المصرية سواء لعبين او جهاز فني او مجلس ادارة او جماهير وبمناسبة الجماهير ومجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القادم حاجة عامر حسين النهاردة بيتكلم عن ان مباراة مصر الاخيرة اللي كسبناها امام جيبوتي ستة صفر كان فيها حوالي خمستاشر الف متفرج حضرين لكن علشان ملعب استاد القاهرة كبير الساعة بتاعت الاستاد كبيرة فما ظهرش ان العدد ده موجود داخل ارض الملعب وبقول ان احنا هنحاول نحل المشكلة دي الفترة القادمة هتحلها زي حاجة عامر بيقول هننقل المباراة لي استاد الاسكندرية استاد الاسكندرية لو حطينا فيه خمستاشر الف متفرج هتحس ان الملعب باكمله تماما مش هنشوف اي كراسي فارغة بدل ما الحاجة عامر حسين يحاول يحل المشكلة الحقيقية يتوجه بالطلب لشركة تذكارتي ان هي تخفف مسلا اسعار التذاكر شوية تخفف مسلا الفان اي دي سعره على الجماهير كل دي يعني فلوس بيدفعها المتفرج المصري اللي يعني بيدبر العشرك دي بالعافية فبدل ما نحل المشكلة ونتوجه لشركة تذكارتي لا بنحاول كده ايه ندور على حلول غريبة يعني الخمستاشر الف دولار نحضرهم في الاسكندرية فهيبقى الملعب ظاهر ان هو ممتلق والحركة دي كان بيعملها كابتن محمود الجواري قبل كده بدل ما نتوجه لتذكارتي ان هي تقلل الشروط اللي بتمنع لحضور الجماهير انه يعمل استاد القاهرة لأ بنخترع ونفتكس وهو ده دائما وابدا الحج عامر حسين بصراحة مبهر يعني بيقدم لي افكار جديدة دايما وانا معجب جدا بمستودع موهبته اللي دايما بيخرج لنا افكار لوزعية لانقاذ كرة القدم المصري باذن الله المنتخب هي لعب المباراة القادمة يوم الحد الجاي امام اه سيراليون في ليبريا يا رب ان شاء الله المباراة انتهي بفوز منتخبنا الوطني وهرتفع على صيد منتخبنا الوطني لست نقاط في انطلاق مشوار اه تصفيات كأس العالم القادمة يا رب انصر اهلنا المستضعفين في الارض في كل مكان لو قبل مرة تشوفني اشترك في القناة فعلى الجرس اعمل لايك الفيديو اشوفك على خير باذن الله شكرا لكم سلام عليكم على السلامة اشتركوا في القناة